كل دول العالم اذا تريد تنهض بواقعها اذا كان اقتصادي تجاري امني صناعي شلون تدعم شبابها هذا الشيء مو اندح شيء من قلبي لا هاي الدول المتقدمة دول العالم المتطورة تعمل بهذا النهج تدعم شبابها الخريجين بتوفير فرص عمل الهم بتدريبهم بتسليحهم بالمعلومات والخبرات الكافية الا احنا بالعراق لا شلون تردون تنهضون بواقع البلد كلامكم من الطلعون بالشاشات والتلفاز المواطن من يسمع كل بعض يصدق لكن اللي يعيش الواقع ويشوفه بعينه يعرف بانه هذا الكلام كذب مجرد لك لك لا اكثر ولا اقل يعني مو اني الشاب البسيط اللي املك معلومات بسيطة اجي اوجه او انطي نصيحة الى حكومة تحكم بلد بحجم العراق وبعظمة العراق انتو كمسؤولين انت تريد تنهض بواقعك خلاص كاف الواسطات والاحزاب وغيرها من الامور هاي الشباب الكفوء الاوائل الاوائل الطانعين على الجامعات الاهلية والحكومية اخي استقطبهم استفاد منهم ليش يخلي يسافر ويخدم غير دولة ليش هس انتو هججتوا لطباء هججتوا المهندسين هججتوا وشكوا شخص كفوء وعنده خبرة قامت العالم تطلع الشاب هنا سنة سنتين كلاثة يخسل يده من عدكم ما منكم تشاره تقوم العالم يسافر بره وتروح تشتغل بره بشهاداته واللي ما يقدر يعادل شهادته يشتغل هو صعب شهادة ماجستيرا وبكالوريوس يمسحب بمطعم له يخسل المواعين وصلتوا الشعب الى هاي المرحلة بسبب فسادكم وسوء الادارة وسياستكم الغريبة العجيبة ماكوش سياسة بالعالم كله هس اي شخص هس الطفل العراقي منتحت شويات لزمة قام يفتهم بالسياسة عم العالم دماغه انفتح خاف قبل كان الدماغ مسدود العين انفتحت والدماغ الفتح خلاص بعد ماكوش يضموه علينا كل شي نفتهم كل شي نفتهمه وكل شي نعرفه ونعرف اش دا يصير ونعرف شن الاحزاب اللي دا يسويه ونعرف غيره ومنه اللي دا يتحكم ومنه اللي دا يسيطر ومنه اللي دا يقود ومنه اللي دا يأذي المواطن العراقي خلاص الخريج يفهم والمخريج هم قام يفهم وصلتونا الى مرحلة اصغر شخص بالعراق قام يعرف سياستكم قام يقرأ سياستكم يقرأ حتى الخطوات المقبلة هذا الكلام اللك لك خلاص خلاص يا اخوان خلاص رد شي يطبق على ارض الواقع هس نعددها من 2003 والحد الان يا رئيس وزرائجة سوانا شغلة برأسها خير عمي بنالة جسر فتح لشارع جديد فاد المواطن ماكو امين ما اجيبها امين ما احطها سلاح ميليشيات احزاب قتل اغتيال ترهيب كهرباء ماكو فقر جوع عالم تقدي بالشوارع بطالة التعليف الاسري امين ما اجيبها امين ما وديها مجاة ترهموا ياكم اشتركوا في القناة